موسيقى مساء الخير و أهلا وسهلا فيكم إذن مثل ما شفتم انتهينا من دورة بايثون شو يعني انتهينا من دورة بايثون هل انتهت اللغة؟ بالتأكيد لا هذه هي لغة نحنا اللي انتهينا منه هو الأساسيات بناء اللغة الأساس الأساسي من الموضوع يعني خلينا نعتبر وكأنه نحنا تعلمنا حاليا الويندوز وبدنا نبني هلأ برامج على الويندوز لح تشوفوا بدورات لاحقة كيف لحن نشتغل على الفريمورك يلي هي بتعتمد على بايثون نحن نبدأ بالفلاسك بعدين جانجو الجانجو ما كتير مهمة بالنسبة لي الفلاسك أهم نحن نقدر نشتغل عليها ولكن الفكرة ماذا بعد إذن نحنا عما نشتغل بايثون تعلمنا بايثون وتعلمنا فلاسك ماذا بعد حاليا نحن بالعام 2019 إذا بتتذكروا عملت قائمة للعام 2018 هل القائمة لازالت صالحة شو بدي أتعلم لذلك هذا الفيديو لحيكون مهم لحيكون جدا مباشر الفيديو القديم كنت عم نحكي عن شيء عالمي عن شغلات عالمية متفقة عليها في العالم ولكن حاليا بدي أدخل أكتر بالسوق العربي لحتى تفهموا تماما شو بتكون تعملوا بالعام 2019 تحديدا بموضوع الويب طيب أولا بدي نحكي بفرعين رئيسيين لكلام اللي بدي يقولهم الفرع الأول أنت تريد أن تحصل على المال الفرع الثاني أنت تريد أن تتعلم بشكل أكاديمي جدا فرق كثير كبير بيناتهم الأول أنت لح تنزل للسوق لح تنزل للمهنة وتبدأ بجلب الزبائن بطرقك الشخصية بالتسويق أنا عملت أكتمل فيديو عن التسويق بغض النظر عن التسويق ولكن لو فرضا أنت صار عندك زبون حاليا كيف تشتغل الزبون القسم الثاني اللي هو القسم الأكاديمي لو أنا بدي أتعلم البرمجة بدي أتعلم الويب شو بعمل شو الفرق بيناتهم بالبداية الأول أنت لح تتعلم شغلات بتشغلك بتخليك تشتغل الثاني أنت لح تتعلم بشكل أكاديمي الفرق تماما هو مثل مهندس مهندس ميكانيك والشخص يلي بيصنع الآلات التعلم أو النجار والنجار اللي يتعلم بالمدرسة فرضا أكيد واضح بالنسبة لكم الفرق بين الاثنين طيب لو أنت تصبوا إلى المال تريد أن تحقق المال وتحريد أن تحقق مهنة تبدأ بإدخال المال مباشرة حاليا بعد هذا الدرس بتتجه لتتعلم ما يسمى بال CMS Content Management System أي CMS ما في مشكلة ولكن تتعلم CMS ورد بريس بالتأكيد بشكل أساسي لأنه أكثر من 52% من مواقع الانترنت على شبكة الانترنت هي تدار بواسطة ورد بريس تخيلوا أنه أكثر من نصف الانترنت هي بواسطة ورد بريس هلا ورد بريس برمجية جيدة برمجية سيئة هذا ليس نقاشنا هذا تماما اللي عم نحكي فيه أنه نحن بدنا نشتغل ما بيهمنا الموضوع الأكاديمي إذن أنا بدي أشتغل كيف بشتغل بنظر للسوق بالسوق ملاحظ أنه أكثر من نصف الانترنت تدار بواسطة ورد بريس إذن من الذكاء ومن الحنكة أني أنا روح وأتعلم ورد بريس طيب هل حتى أتعلم أنا ورد بريس لازم أتعلم PHP لا ما في داعي أبدا كمان مرة تانية بعدني عم بحكي بالقسم الأول القسم التجاري يفضل يفضل بالتأكيد أنك لحتى تقدر تعدل على الكود تتعلم PHP ولكن شو اللي بي يتعلمه هل أنا بدي أتعلم اللغة من بدايتها للنهايتها أكيد لا بالورد بريس في عنا شيء اسمه الكودكس ممكن ناخد فيديو مفصل عن هذا الموضوع الكودكس هو مثل دليل ورد بريس بتقدر تفهم منه كود ورد بريس كيف يعمل هذا الفيديو ليس عن ورد بريس لذلك بدي أنتقل بالCMS بإمكانك بالتأكيد تتعلم جملة ودروبها لذلك لحنركز بشكل أساسي على لغة 2CMS اللي هنا الورد بريس بتتعلم هدول 60% 70% جاهز لأنك تعمل موقع انترنت تخيلوا بهذه البساطة طيب شو بدي أتعلم بالورد بريس هل بدي أتعلم بناء الورد بريس أكيد كمان لا عم نحكي بالموضوع التجاري ما بتتعلم بناء الورد بريس أو اشتريت تامبليت جاهز بحيث أنك تقوم بالتعديل عليه وبيعه هذا الشيء بيسمح لك أنك ننهي موقع انترنت بين أسبوع لأسبوعين لمدة أسبوعين تقدر تنهي أي موقع انترنت وتقوم ببيعه بالنسبة لجملة بالتأكيد نفس العملية شو الفرق أين المفاضلة المتل ما قلت لكم بما أنه ورد بريس تحتل أكثر من نصف الانترنت فبالتالي أيضا مصادر الورد بريس والمبرمجين الذين يعملون لأجل الورد بريس ليس داخل الشركة ليس داخل منظومة ورد بريس بقصد أنا مبرمجين عم يشتغلوا ما يسمى بالبلاجينز أو الويدجيتز وكلما كثرت كلما كان التعامل مع الـ CMS أسهل طيب إذن اتفقنا بمبدئيا لحنا نتعلم ورد بريس جملة جانبيا بالتأكيد لا مجال لازم تتعلم HTML و CSS طيب ليش ما عم بذكر JavaScript لأنه خلينا نعتبر أنه كل ما يمكن أن تكتبه في JavaScript يمكن أن تحقيقه داخل ورد بريس نفسه شوفوا شو عم باختصر الموضوع للدخول لسوق العمل مباشرة ورد بريس جملة انتهى الموضوع بعدين أكيد نتعلم HTML و CSS CSS ليش؟ CSS لأنه بالنهاية أنت بدك تتعامل مع تيمبليتات جاهزة مع نماذج جاهزة لمواقع الانترنت فلذلك من المهم جدا أنك أنت تقدر التعدل على الواجهة اللي بالنهاية ليس كل الزبائن يطلب أن يكون موقع الانترنت كما هو مثل ما أنت أخذته سواء اشتريته أو نازلته فري ليس كل الزبائن تطلب بهيطرية في تعديلات أكيد بدك تقوم فيها هذه التعديلات مسؤولة عنها بشكل أساسي للـ CSS لماذا؟ لأنه لو عنا مثلا إضافات بنقدر ناخدها من الـ plugins لو عنا أمور لـ JavaScript حتى بتقدر تأخذها من الـ plugins بتقدر تحقق لك الهدف ولكن CSS و HTML بالتأكيد أنت بحاجة تتعلمون لوحدة طيب فقط هيك أنا هذا اللي بحاجته لحتى أن يدخل بعالم الويب نعم هذا اللي أنت بحاجته WordPress جملة HTML CSS هذه الأمور الأربعة فقط وأنت بتبدأ تكون جاهز كيف تطور نفسي بعد هذه المرحلة؟ أكيد بتعلم ما يسمى SEO أو أمور يلي بتحسن ريتنج على جوجل ومواقع البحث أكيد بتتعلم هذا الموضوع جدا مهم وجدا بيخليك تحصل على زبائن أكثر كل ما كان شغلك أفضل قدمت خدمة أفضل كل ما بتحصل على زبائن أكثر طيب ماذا بعد أيضا تقدر تتعلم عن سيكوريتي السيرفر كيف أنت تحمي السيرفرات ممكن كمان نعمل فيديو خاص عن هذا الموضوع ما يسمى بملف الـ بحيث أنك أنت تقدر تحمي ملفاتك وتحمي سيرفرك بإمكاني أني إلغي جملة يعني لو أنت بتحس أنه بدي أدخل أسرع بإمكاني أني إلغي جملة وأكتفي بـ Wordpress HTML و CSS و بنكون جاهزين لتحصيل المات هلأ بننتقل للجزء الثاني أو الفرع الثاني اللي هو الفرع الأكاديمي لو أنا بدي أتعلم الـ Web Design بشكل أكاديمي أول شيء لازم تعرف أنه الموضوع يحتاج صبر الـ Web Design ليس Photoshop الـ Photoshop، أنت بإمكانك تفتح الـ Photoshop تشاهد tutorials، تشاهد دروس على الإنترنت صفحة بيضة، بحط صورة، بحط نص وبالنهاية بقدر أنتج تصميم بروشور أو فلاير فعم أشوف قدامي تماماً شو عم يصير صورة فوق نص في ألوان في أمور معين عم أشوف أمامي ولكن الـ Web Design أمر مختلف تماماً شيء مختلف تماماً لحتى تفهموا الاختلاف مثل يلي عم يشتغل محركة السيارة والذي يعمل على هيكل السيارة هيكل السيارة واضح ولكن أنت داخل السيارة ما بتعرف شو عم يصير تماماً ما عم بحكي عن الـ Front End والـ Back End أنا عم بحكي عن الـ Web Design والـ Graphic Design Graphic Design مثل ما هتفعله إلا هو موضوع بإمكانك تتعلمه بسهولة أثناء التعلم ولكن الـ Web Design بحاجة لصبر شديد Web Design بحاجة لتركيز يجب أنك أنت تركز يجب أنه دائماً يكون في عندك ورقة وقلم عم تكتب تعليمات عم تكتب أمور عم تكتب الأمور الحديثة والجديدة يعني الـ Photoshop مثلاً منذ عشر سنوات وحتى الآن كان في تطويرات ولكن هذه التطويرات فقط أمور تقنية وعلى الأدوات ممكن كترت شوي عشر سنوات أقل أما الـ Web Design فمن خمس سنوات لحد الآن في اختلافات جذرية في أمور جديدة كلها تقنيات دائماً عم تظهر جديدة بالـ Web Design طيب بشكل أكاديمي أنا كيف أدخل في عالم الـ Web Design؟ أولاً من دون أي مناقشة HTML و CSS بالتأكيد طيب المرحلة الثانية في ما يسمى بمطيبات HTML و CSS شو يعني الـ HTML فيه فريموركس بتقدر تشتغل الـ HTML وفيه كمان خلينا نقول مطورات شغلات تم تطويرها بالـ CSS بتقدر تعمل اللغة شوي ديناميكية أكثر HTML و CSS مهم جداً تعرفوا أنه هي ليست لغات برمجة وإنما لغات توصيف شو يعني هذا الكلام؟ يعني أنا كأني شخص دخلت وعم أقول أنه السيارة يجب أن تكون فيها هيكل ومحرك وعلبة السرعة وعلبة الأغلاق وهذه الأمور الـ CSS مهمتها أنه توضع الهيكل بالخارج المحرك في الأمام علبة السرعة في الأسفل لاحظوا هذه الأمور ولكن في ما يسمى بالمطيبات بحيث أنه أنا لو بدي أشتغل عشر سيارات تمام؟ من غير المنطقة أني أنا كل مرة أقوم بتصنيع بإختراع الهيكل أو إختراع العجلة أو فهمتوا عليه الفكرة لذلك في ما يسمى بـ frameworks تشتغل HTML بحيث أنه فرضاً أنا لو عندي فوق بالأعلى فرضاً عندي قائمة هذه القائمة من غير المنطقة أني أنا كررها بجميع الصفحات جميع الصفحات الويب كرر القائمة مرة جديدة أنا بوضع تامبلت بوضع في القائمة بوضع في الفوتر بالأسفل وبالمنتظف بيكون ما يسمى بالـ block هذا الـ block بيحتوي على ما يتغير في الصفحات الداخلية طيب بالـ HTML لدينا ما يسمى بالـ JD J-A-D-E بكتبلكم إياها لدينا Flask اللي اللي حنشوفه لدينا Django كلها هاي أمور frameworks أنت بتقدر تشتغل عليها نصيحتي أنا شخصياً ما تضيع وقتك في أمور كثيرة تعلم فقط Flask Flask هي framework من Python تم استقاءها من Python عدة كلاسات عملت من Python بحيث أنك أنت تقدر تكتب HTML بـ template تعمل template للـ HTML بالنسبة للـ CSS لدينا الساس وعننا الليس شو الفرق بين الساس والليس؟ الاثنين ما يسمى بـ CSS processor يعني معالجات الـ CSS هنا CSS نفسه نفس اللغة ولكن تم دمج الموضوع يعني بكل بساطة بقدر إلكون إياهم لو أنت عم تشتغل موقع الإنترنت في لون أزرق فرضاً هذا اللون الأزرق له كود محدد من غير المنطقي أنك أنت دائماً بصفحات الـ CSS توضع لون القائمة أزرق لون الزر أزرق لون الـ link أزرق وعند التغيير لما تجي بدك تغير بدك تعدل مثلاً بنا نعمل اللون أحمر كاملاً لما أجي بدي يغير أني أجي يعدل أنا جميع الكودات لذلك الـ less والـ sass بتسمحنا أنه نحن نعمل ما يسمى بالـ function function اسمه color ونقدر نعمل هذا الـ color بالأسفل طيب ممكن برجع بإلكون نحكي بفيديو مفصل عن هاتين اللغتين هل بدي أتعلم sass أو less؟ بالتأكيد sass ولكن sass هي مرحلة متقدمة شوية عن less التنتين سهلين التنتين سهلين جداً هنا مجرد تطوير للـ CSS مو أكتر من هيك ولكن الـ less عم تجمع كودات الـ CSS خلينا نقول الساس عم تعطينا التفاعلية أو خلينا نقول ديناميكية تمام؟ خلينا عم تعطينا الديناميكية أكتر للـ CSS إذن HTML, CSS بعدين نأخذ المطيبات الـ frameworks يلي هن flask لحن ندرس لـ flask لحن ندرس الـ sass بالتأكيد هاي عنا نحن أربع لغات لاحظوا عم بتدرج من الأسهل للأعلى تمام؟ هلا بدنا ندخل بـ البرمجة بالنهاية هذه كل الأمور اللي حكيتها هي لغات توصيفية ما بتعطي أي نوع من الديناميكي للموقع بدنا ندخل بـ البرمجة بشكل رئيسي عندي ثلاث لغات بدي أتعلمها JavaScript, Python, PHP جافا سكريبت أكيد بدك تتعلم الجافا سكريبت ما في مجال أنك لا تتعلم جافا سكريبت الصراع حاليا يقال أنه بين Python و جافا سكريبت ولكن أعتقد لسه أنه جافا سكريبت لازالت باللغات المفضلة من الصعب جدا أنه تنزل عن عرشها على الأقل في السنوات الخمسة القادمة التنافس عم يكون بين Python و PHP إذا تتذكروا ببداية الفيديو كنت عم أحكي عن منضوع الورد بريس الورد بريس قائمة على PHP جملة قائمة على PHP Drupal وهذه مع عدل Django كلها قائمة على PHP Django قائمة على Python لذلك دعم PHP مهم جدا من هذه المحتوى ولكن أنت لما تتعلم بشكل أكاديمي فبالنهاية غالبا لن تستخدم السيميس لن تستخدم ما يسمى بنظام إدارة المحتوى لذلك من المهم جدا أنك أنت تتعلم لغة برمجة هذه اللغة برمجة قادرة على إنجاز قواعد بيانات ربطة مع قواعد البيانات وبالنهاية إنجاز ما يسمى بديناميكية مواقع الإنترنت إذن بالبداية بدأنا مع لغات static لغات ثابتة بعدين انتقلنا لثلاث لغات يلي هي ديناميكية وحاليا بدنا ننتقل لموضوع مهم جدا يلي هو قواعد البيانات بشكل أساسي عنا ثلاث أنواع لقواعد البيانات يلي هي مثل MySQL SQL Lite والPostgreSQL الPostgreSQL ما بعرف عننا أي شيء ما درسته ولكن هي القواعد البيانات المرتبطة بPython ولكن MySQL تحقق الغرض MySQL أيضا يتم ربطها بPython تستطيع ربطها بPHP لذلك لإختصار الوقت بإمكاننا بالتأكيد أننا نتعلم فقط MySQL لحلخص حاليا كامل الموضوع بحيث أنه تفهموه بالنهاية لو أنت بدك تشتغل بشكل تجاري بدك خلال أنت ثلاثة إلى ستة أشهر أنك أنت تنزل لسوق العمل بتتعلم أول شيء CMS جملة و WordPress WordPress بشكل أساسي بتتعلمها بعدين تتعلم جملة بالتأكيد تتعلم HTML و CSS يفضل أنك بالنهاية تتعلم شوية JavaScript وبالتأكيد بتتطور بأنك تتعلم SEO Search Engine Optimizer يلي هي للجوجل وبالنهاية بتتعلم ما يسمى بـ Security السيرفرات كيف أنك تحمي السيرفرات هذا الموضوع التجاري الموضوع الأكاديمي لو أنت بدك تتعلم بشكل أكاديمي لح تتعلم كمان بشكل أساسي HTML و CSS بعدين بتنتقل لما يسمى بـ Framework Flask وبخصوص الـ CSS بتتعلم الـ SaaS بعد ما نتعلم أمور الـ Static منتقل لمرحلة متطورة أكثر اللي هي لغات الـ Dynamic لدينا بشكل أساسي JavaScript بالتأكيد بعدين بتختار بين Python و PHP ويفضل أنك تتعلم اللغتين لغتين جداً متشابهين على فكرة بـ المفاهيم ولكن بطريقة الكتابة بالتأكيد في إختلافات في كلاسات أكثر هون وهون تفضل دائماً أنك تتعلم Python تفضل دائماً أكيد أنك تتعلم Python لأنه بالنهاية لح تتعلم Flask كمان ولكن بسبب وجود ما يسمى بالـ Wordpress كمان مضطرين أن نتعلم PHP حتى تكون مواكب للعصر بالتأكيد بدك تتعلم Python بعدين منتقل لموضوع قواعد البيانات انسوا كل مواقع البيانات قواعد البيانات ونتعلم فقط MySQL أحياناً بيقولوا طيب هل سيكون في دورات لهذه الأمور اللي عما أحكيها على القناة طبعاً طباعاً ولكن أنا يفترض أني حالياً كان شهر ديسمبر هو شهر الويب لذلك حالياً بدي انتقل لجزء آخر لن أعلن عنه في هذا الفيديو بدي انتقل لجزء آخر لذلك نحكون بعيداً شوي عن الويب ولكن بالتأكيد سنعود للويب في فترة لاحقة ولحكون أكيد في دورات عن هذه الأمور لو وجدتوا أنه هذا الفيديو مفيد لو أنه رسم لك خطة طريق بحيث أنك أنت تتعلم وتدخل بالتأكيد لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو هذا كل شي لليوم باي باي اشتركوا في القناة